السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الخامس وهو قانون الكيرشوف وقانون الكيرشوف ينقسم إلى قانونين القانون الأول قانون التيار وهو KCL كيرشوف كارانت لو أما الجزء الثاني المخصص للبارت خمسة سنخصصها لقانون الكيفيال وهو قانون الكيرشوف Vortage Low إذن نبدأ أولاً مع قانون الكيسيال قانون الكيسيال مضمونه كالآتي وهو أن مجموعة التيارات في أي عقدة كاربائية في أي نود يجب أن تساوي سفر يعني لو عندي أنا الآن عقدة نود سأسميها النود A وأندي أربع برانشز كوننكتد لهذه النود فمثلاً البرانش هذه التيار اسمه I1 يدخل إلى النود البرانش هذه فيها تيار I2 من الاتجاه نرى أن التيار يدخل إلى النود أما البرانش رقم ثلاثة ورقم أربعة فألاحظ أن التيار يخرج من النود A فيكون قانون الكيسيال المطبق لهذا النود أقول كيسيال النود A هي مجموعة التيارات الداخلة إلى النود وهي I1 زايد I2 تساوي مجموعة التيارات الخارجة من النود وهي واضحة في الرسم I3 مع I4 هي تيارات خارجة من النود هذا النود P عندي ثلاث فروع كما يموضح البرانش الأولى فيها تيار IA والبرانش الثاني IB ألاحظ أن هنا التيارات IA و IB هي تيارات داخلة إلى النود تساوي التيارات الخارجة من النود P هنا عندي تيار واحد خارج من النود P وقيمته 8 أمبير وهو وهو الطيار IC وأعوض IA قيمته 5 أمبير مع قيمة الطيار IB هي 3 تساوي قيمة الطيار IC وهي 8 ثانية وأكون هنا قد كتبت قانون KCL في النود P إذن هنا عندي دارة كهربائية قبل أن أطبق قانون KCL سوف نتفق على قانون وهو أن التيارات هذا نود التيارات الداخلة إلى النود تساوي سأحتسبها موجب والتيارات الخارجة من النود سأحتسب قيمتها سالبة يعني هنا في هذا السيركت عندي النود B ألاحظ أنه متصل به 4 Conductor عندي 4 Branches ألاحظ ألاحظ أنه بالنسبة للبرانش هذه عندي طيار اسمه I1 يدخل إلى النود والبرانش و البرانش التي فيها المقاوم R2 و R3 هنا عند الطيارات خارجة من النود قيمتها I2 و I3 أما أما البرانش الرابعة الأخيرة في أقصى اليمين وفيها Current Source ولاحظ أنه التيار هنا قيمته IS وهو التيار داخل إلى النود كيف أكتب قانون الكي سي أولا نكتب القيم التيارات يعني سأكتب I1 I2 I3 و I4 قلنا مجموعة التيارات في النود تساوي كم سفر لكن السؤال الآن من يأخذ موجب ومن يأخذ سالب اتفقنا على أن التيارات الداخلة إلى النود ستأخذ موجب مثل من التيار I1 هو التيار داخل إلى النود إذن هو موجب I1 التيار لمصدر التيار هنا IS وتيار داخل إلى النود فيأخذ كذلك هنا موجب وهو IS إذن موجب لكن ألاحظ أن التيار في المقاوم رقم 2 والتيار في المقاوم رقم 3 هي تيارات خارج من النود وبالتالي ستأخذ سالب ليتحصل على هذا القانون وهو تطبيق قانون الكي سي آل أين في النود B ترجمة نانسي قنقر